مساء الخيري أهلا فيكم في رحلة الحياة قد نمر بضعف وأيضا قوة قد نحتاج للعون والمساندة قد نفتقد رعاية واهتمام لكن في المقابل نجد من سخر نفسه ووقته ليقدمها دون طلب هناك أشخاص في حياتنا هم بيننا كالدواء فأمام كل دا هم على أتم استعداد يخففون الألم ويبحثون عن حلول يقدمون الرعاية لكن بحب واهتمام كلامنا اليوم عن رعاية المسنين